موسيقى مرحبا بكم هذه نشرة الأخبار البداية والعناوين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية استقبل فخامة رئيس الجمهورية بمكة المكرمة وابحث العلاقات الثنائية بين البلدين نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء يلتقي عددا من المسؤولين في الحكومة الأردنية وابحث عددا من القضايا وتطورات الأوضاع في اليمن المقاومة الشعبية في عدن تحرز تقدما وتقتل 15 حوثيا وسقوط قتل وجرح من ميليشيات الحوثي وصالح بتعز مرحبا بكم مشاهد الكرام هذه نشرة الأخبار استقبل خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبول تعزيزها وتطورها في مختلف المجالات وعرب فخامة رئيس الجمهورية عن شكره لمواقف المملكة الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن ووقوفها إلى جانب اليمن في مختلف المراحل ومشيدا بالدعم الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني خاصة في مثل هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر به بلادنا نتيجة الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح وما آلت إليه الأوضاع مؤخرا بحث نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس عاطفي الطراون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة وتطورات الأحداث والأوضاع في بلادنا وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى الجهود التي تبدلها الحكومة لما من شأنه إنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح واسترداد الدولة كما التقى نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وجرى خلال لقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعقد اجتماع ثنائي بين نائب الرئيس رئيس الوزراء مع نظيره رئيس مجلس الوزراء الأردنية السيد عبدالله نصور ناقش خلاله العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبحضور وفد بلادنا الذي ضم وزيرة الإعلام نادي الثقاف وزيرة حقوق الإنسان عز الدين الأصبح ووزيرة الداخلية عبد الحذيف ومدير مكتب نائب الرئيس وزير الرئيس الوزراء الدكتور محمد العوادي ونائب وزيرة صحة الدكتور ناصر باعوم وكذلك القام بأعمال صفارتنا بالأردن عبدالله العزعزي وفي مستهل اللقاء نقل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء تحياتي رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي خلال إلى جلالة الملك عبدالله بن الحسين وكافة ابناء الشعب الأردني الشقيق متمنيا لهم دوام الأمن والرخاء كما أشهد الأخ النائب بالمواقف الأخوية الشجاعة التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المنعطفات التاريخية التي مرت بها بلادنا منذ عقود سابقة معتبرا ذلك ليس بمستغرب على بلد يحظى بثقل كبير على مستوى المنطقة واتحدث نائب رئيس الجمهورية عن أبرز المستجدات على الصاحة اليمنية والتحديات التي تمر بها بلادنا في ظل الاعتداءات اليومية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح ضد أبناء شعبنا في الداخل ولتوضيح هنا مشاهدين الكرام يسرنا أن يكون ضيفنا من الأردن الأستاذ عز الدين الأصبحي القائم بأعمال وزير الإعلام المكلف والذي سيطلعنا عن أهم ما تم تناوله في هذه الزيارة والدور الذي يمكن أن تقوم به الأردن في المرحلة المقبلة ألو مرحبا السلام عليكم ورحمة الله معنا على الهواء الأستاذ عز الدين لحظة لحظة أنا خارج من مطار أنت معنا على الهواء أنت معنا على الهواء في نشرة الأخبار أهلاً طالباً كيف الحال؟ نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أستاذ عز الدين الأصبحي وزير الإعلام المكلف متحدث إلينا من عمان هل هل أننا صححة لأننا وزير حقوق الإنسان للناس من تبدأت هذا الموضوع؟ نعم نعم تفضل ممكن نتطرق إلى أهم ما تمخذ عنه هذه الزيارة التي قام بها الأخ نائب رئيس الجمهورية للأردن والتقاه بعدد من المسؤولين شكراً جزيلاً أولاً كل عملتم بخير وتحية لشعبنا وشبابنا الصامد في كل المحافظات وتحية أيضاً لكم في قناة عدن الفضائية والعمل القبار الذي تقومون به تأتي هذه الزيارة من الأهمية بمكان لأنها تؤكد على العلاقات الثنائية الراسخة بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية برنامج الأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأستاذ خارد بحاح كان حافلاً التقى بمستويات الدولة المختلفة من رئيس مجلس الوزراء عبدالله النصور إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان عقدت قلسة المباحثات الرسمية بين الحكومتين بمناقشة القضايا والملفات المختلفة أمنية وعسكرية وإعلامية وصحية حضرها ممثلين عن وزارات الداخلية وحقوق الإنسان والإعلام وصحة وتنخفت اللقاءات عن تأولاً بشكل أساسي هو التأكيد على الموقف الأردني الذي كان يزال إيجابياً مع السلطة الشرعية في اليمن مؤكدين بأن جلالة الملك والحكومة الأردنية والشعب الأردني مع الشرعية في اليمن ومع قضيته العادلة في مقاومة كل حالات الاستلاب التي تقوم بها الميليشيات المتمردة وتقديم العون اللازم وفتحت أيضاً ملفات التعاون الممكنة خاصة على ملف القرحة العسكريين والملف الصحي وملف البعثات والطلاب في الأردن الشقيق هناك تعاون جيد وأعتقد أنه ستلحقها خطوات عملية على مستوى الأرض هذا تقريباً أبرز ما قامت بهذه الزيارة وهي أكدت أيضاً على تلاحم وتماسك التحالف العربي الداعم للشرعية عززتها زيارة وزير الخارقية في المملكة العربية السعودية للأردن وكانت نفس المخرجات تطابق على مثل دعم مسار استعادة الشرعية وتعزيم دورها على مستوى الداخل اليمني وتقديم الدعم الكامل للحكومة والمقاومة الشعبية حتى نستطيع بإذن الله أن نعيد اليمن إلى حالته المستقرة وننتهي من هذه الكارثة التي نعيشها هناك من تحدث عن دور أردني قادم وخاصة أن هناك كثير من الأحداث أو الأخبار حول الهدنة المقبلة في ظل تزايد الاعتداءات المستمرة للميليشيات الحوثية في مختلف مناطق البلد الدور الأردني هو قز من التحالف العربي الداعمة الشرعية التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتالي يأتي منتقما ومكتا كاملا مع أدوار دول التحالف هذا بشكل واضح وعملي والأمور تقوم بالتنفيذ الكامل بين التحالف وكيفية تكامل الأدوار بين الدول المستلثة فيما يخص الهدنة هي المقترح الذي وضعت من قبل الحكومة بضرورة أن تكون هناك هدنة إنسانية بشروط موضوعية تضمن سلامتها وتضمن مسألة أن تحقق مآربها التي يتقديم الإغاثات السريعة إلى الناس وفك الحصارة عن المدن ووقف الاستثال والعنف وإطلاق أسرار لدى الميليشيات المتمردة وأعتقد بأن المبعوث الأممي فرح بأن لديك ضمانات أكيدة الآن الوضع على الطاولة الكرة في ملعب الأمم المتحدة ازدياد وطيرة العنف التي حدثت اليوم كما نراها في ذات في عدن وفعز وفقاه المحور شبوى مارس واضح جدا مؤشرات تلبية تماما تؤكد على أننا أمام قوى لا تحترم الموافق الدولية ولا التعاقدات ولا الضمانات المختلفة هي ليست مبشرة على الإطلاق لكن دعونا نتحدث لأنه عندما يقال علينا وقف الاقتتال ووقف العنف والالتزام بالهدنة نحن أولا وقبل كل شيء همنا وصول الإغاثة ووقف الحرب ومسألة بعاد الحصار عن هذه المدن وإننا ما نقوم به بعير المقاومة الشعبية هي ردة فعل على هذا العدوان بالتالي لدينا ثقة تامة بأن المقاومة الشعبية الباسلة لم تكن مهاجمة في يوم من الأيام ولا معتدية هي الأكثر انضباطا والتزاما بقوانين القواعد الدولي لأي حرب وهي تدافع عن نفسها وبالتالي ليس لدينا أي قلق من هذا الأمر هي سترد على أي عدوان يأتي إليها وبالتالي لن يكونوا كخرط من قبل المقاومة نحن قلنا هذا لكل المحافظة الدولية المختلفة وبالتالي على المقاومة في الأرض أن تتق تماما ولا أن لا تخاف ولا أن لا تكون هناك حالة إحباط نحن في موقف سليم تماما الموافقة المشروطة التي قدمت من قبل رئيشة المهورية في رسالته واضحة وهي تحرق الخصم وتحرقهم لدى الآخرين وتعريهم أكثر وتجعلهم أمام المحافظة الدولية في وضع يظهرهم على حقيقتهم هذا من ناحية من ناحية ثانية يجب أن ندرك بأن هناك ضغوط دولية تقول بو بوش بأن الإجماع العالمي الذي حظيت به قضيتنا يحتاج أيضا إلى أن نتجاوب بإيجابية مع المقترحات وبالتالي حتجاوبنا بإيجابية وحافظنا على هذا الإجماع وحققنا النقاط نقاح فياستي ودبلوماسي الآن العالم يتفهم تماما بأننا الأكثر إيجابية الأكثر تعاطي مع التعاطي الدولي الأكثر تعاطي مع القرارة الدولية والأكثر الفزان وبالتالي الآخر هو الذي يفضح نفسه باستمرار ولا يجب علينا في المقاومة أن يأتي لنا أي خذلان لا يجب أن تكون كلمة الهدنة هي حالة سلبية تصيب الناس الوهن لا بالعكس تقوي من عضدنا تقوي من شوكتنا نطالب بها بقوة لإيصال الإغاثة السريعة للناس وفك العصار عن المدن وبنفس الوقت نكون على استعداد تام بأننا لا يجب أن نذهب بحسن النية المفرطة التي نفرط فيها في كل شيء نحن نذهب بحسنية يقضة بعين واضحة نتعامل مع الموضوع بمسؤولية ولكن أيضا بروحة إمكانية وبالتالي لا قلق من هذا الأمر إذا كانت هناك أي خروقات كما قلت الممتحدة بأنه لديهم رقابة على الأرض ونقطة ارتكاز نحن يقضون والمقاومة هي اليقضة التي نعول عليها أستاذ عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك أكدت جمهورية مصر العربية دعمها الكامل والمطلق للشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ونفت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها ظهر اليوم الجمعة جملة وتفصيلا ما تم ترديده في هذا الشأن من ترويج لإحدى وسائل الإعلام من شيعات كاذبة حول حدوث تغير في موقف مصر بشأن الوضع في اليمن كما تؤكد وزارة الخارجية المصرية على التنسيق الكامل والمستمر والوثيق بين مصر والدول التحالف الداعم للشرعية في اليمن وبصفة خاصة مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بكافة تطورات في الشأن اليمني وأن أي محاولات لإحداث الوقيعة بترويج وبث أخبار كاذبة لن يكتب لها النجاح ولن تنال من مستوى التنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأن التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة المصرية اليمنية في المستقبل القريب بما يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين لأفاق أرحب في مختلف المجالات دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العرب الأطراف اليمنية إلى احترام الهدنة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة عن بدء صرايان العمل بها اعتبارا من مساء هذا اليوم وعرب العربي في بيان عن أمله في أن يتم تمديد العمل بالهدنة والالتزام بوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لتشمل أيام عيد الفطر المبارك للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية وتفهم للأوضاع القاسية التي يعيشها الشعب اليمني وجدد تأكيده على دعم جامعة الدول العربية الجهود التي يبدلها مبعوث الأمير العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من أجل تثبيت هذه الهدنة الإنسانية وتمديد العمل بها تمهيدا لإقرار الاتفاق حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية نشد الاتحاد الدولي لصحفيين وخمسة وخمس وثلاثين منظمة إعلامية وحقوقية دولية نشد مجلس الأمن الدولي بتدخل لحماية الصحفيين اليمنيين من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وشددت رسالة المنظمات الدولية الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي على ضرورة اتخاذ المجلس إجراءات حاسمة لحماية الصحفيين في اليمن مشيرا إلى أنه قتل ثمانية صحفيين وإعلاميين منذ بداية عام 2015 في حين لا يزال 12 صحفيا معتقلين لدى الميليشيات الحوثية هذا وكانت قد أحالت ميليشيات الحوثي أحد عشر صحفيا من المختطفين لديها منذ ثلاثة أشهر إلى قسم مكافحة الإرهاب يشار إلى أن الحريات الإعلامية تعيش أسوأ مراحلها في التاريخ اليمني الحديث منذ اجتياح جماعة الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي أفاد مصدر في المقاومة الشعبية في مديرية همدان أن عناصرها هاجموا مقرا لقيادات حوثية في منطقة وادي ظهر شمال العاصمة صنعاء وأوضح المصدر أن المقاومة هاجمت مساء الخميس مقرا للحوثيين في وادي ظهر ما أدى إلى سقوط أربعة جرحة في صفوف تلك القوات أو الميليشيات أحدهم جراحه خطيرة وفي سياق المتصل أفادت مصادر محلية بهمدان أن عناصر ميليشيات الحوثي قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على منازل المواطنين في قرية وادي ظهر كما قاموا بمحاصرة المنطقة ومداهمة عدد من المنازل وتمشيطها قتل خمسة عشر مسلحا حوثيا وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية بمحافظة عدن وبين الميليشيات الحوثية وصالح في البساتين وبئر أحمد وجعولة وشهدت المحافظة معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية وصالح واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقصفت الميليشيات الحوثية وصالح حياء سكنية في محافظة عدن بالمدفعية الثقيلة والدبابات وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف المدنيين وقالت مصادر أن الميليشيات الحوثية وصالح تحاول التقدم باتجاه منطقة المنصورة بهدف السيطرة عليها لكن رجال المقاومة الشعبية تصدوا لهجوم الميليشيات وأجبروهم على التراجع وأكدت المصادر أن رجال المقاومة الشعبية تمكنوا من أسر عدد من المسلحين التابعين للميليشيات الحوثية ومن بينهم ضابط رفيع في الجيش الموالي لهم أعلن مصدر في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز أن رجال المقاومة صدت عدة هجمات نشنها المسلحون الحوثيون بعدد من جبهات القتال الدائرة في المحافظة وشنت الميليشيات الحوثية وصالح هجوما هي الأعنف منذ بدء المواجهات على مواقع جبل جرة بهدف السيطرة عليه لكن رجال المقاومة تصدوا للهجوم وأجبروهم على التراجع ودارت اشتباكات عنيفة في منطقة الضباب بين رجال المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية وصالح بمختلف أنواع الأسلحة نتيجة الحصار المفروض على منطقة المسيمير الحواشب بلحج منذ أكثر من 22 يوما عقب تحرير المنطقة من الميليشيات المعتدية توفيت مرأة نتيجة تعصرها بالولادة ورفض ميليشيات الحوث وصالح المحاصرة للمنطقة خروج سيارات الإسعاف نحو لحج أو عدن وقال مصدر تبين سيارة الإسعاف بقيت ثلاث ساعات إثرها توفيت المرأة كما توفي طفل يعاني من نقص الأكسوجين بعد ساعتين بنفس المنطقة وتفرض ميليشيات الحوثي المتمردة حصارا على مديرية المسيمير بعد طردها منها وتمكن المقاومة بالمنطقة من إحكام السيطرة على عاصمة المديرية بهذا الخبر مشاهد الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة نعود لنذكر بالعناوين الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل فخامة رئيس الجمهورية بمكة المكرمة ويبحث العلاقات الثنائية بين البلدين نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء يلتقي عددا من المسؤولين في الحكومة الأردنية ويبحث عددا من القضايا وتطورات الأوضاع في اليمن المقاومة الشعبية في عدن تحرز تقدما وتقتل خمسة عشر حوثيا وسقوط قتل وجرحة من ميليشيات الحوثي بتعز مشاهد الكرام هكذا ونصل وإياكم إلى ختاب هذه النشرة قدمت لكم من قناة عدن الفضائية في ختامي لكم أجمل التحايا وأطيب المنا من طاقم العمل جميع عندهم تب خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة